موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالكم الله ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم تكنولوجيا خلونا نتعرف في البداية على فقرات حلقة اليوم موترلة تعلن عن هاتف ريزر القابل للطي كيفية استخدام ضعاف البصر والمكفوفين للتكنولوجيا الإعلان عن الفائز بسماعة ايربوتز برو البداية مع آخر أخبار في علوم التكنولوجيا كشفت شركة موترلة عن هاتفها الجديد القابل للطي ريزر 2019 الذي يحمل ذات التصميم لإيقونتها القديمة ريزر الذي حاز على شعبية واسعة عام 2004 الهاتف الجديد يأتي بشاشة أوليد داخلية قابلة للطي بحجم 6.2 إنش من الداخل مع احتواءها على شاشة إضافية خارجية أعلن شركة لينوفو في السوق الهندي عن الإصدارات الجديدة من أجهزة ثينك بوك 14 وثينك بوك 15 التي تضم الجيل العاشر من معالج انتل مع بطاقة شاشة AMD ريديون وتستهدف الأجهزة قطاع العمل والشركات الصغيرة والمتوسطة أعلن شركة فيفو رسميا عن هاتفها الجديد فيفو اس 5 من الفئة المتوسطة ويمتاز بتصميم عصري مع أربع كاميرات وسيعرض بثلاث ألوان هم الأزرق والأسود والأرقواني أعلن شركة أمازون عن إطلاق خدمة بث موسيقي جديدة لزبائنها تحت أمازون ميوزيك وهي مجانية ولا تحتاج إلى أي اشتراكات وستكون متاحة عبر مجموعة كبيرة من الأجهزة كيفية استخدام ضعاف البصر والمكفوفين للتكنولوجيا راح نتكلم عن هذا الموضوع في فقرة الدعم الفني انتظرونا من بداية الموسم الأول وأنا دائماً أعيد هذه الكلمة ويمكن في الحلقة الوحدة أعيدها ثلاث أربع مرات وهي أن التكنولوجيا خلقت عشان تساعدنا عشان تعطينا حياة أفضل مش فقط لأي إنسان حتى الإخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة وإخواننا المكفوفين اللي ما شاء الله عليهم أبتعوا الآن في عالم التكنولوجيا بنتكلم عن تطوير عالم التكنولوجيا لإخواننا المكفوفين مع ضيفنا حسين نظر حجي مدير مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقة البصرية حياك الله حسين حياكم الله يعطيكم العافية على هذه الاستضافة لا بالعكس هذا واجب ما شاء الله أنت جايب أغراضك والمفروض الآن فقرة الدعم الفني وفقرة الجسمة وفقرة القاجت عندنا والمنتج الجديد بس ما شاء الله عليك جايب القديم والجديد الله يعطيك العافية حبيبي بالنسبة حق المنتجات اللي يعيبها أنا قلت أجيب لكم بعض النماذج بين الماضي والحاضر حلو ممتاز طيب إحنا دائما نقول إن إخواننا دوي الإحتياجات الخاصة أو إخواننا المكفوفين في نوعين منهم في المكفوف الرقمي وفي المكفوف العادي صحيح ما الفرق من بينهم؟ طبعا الفرق شاصع جدا خليني أكلمك كان بمقدمة سريعة المكفوف هو ذلك الشخص اللي فقد بصرها إما على الكبر وإما من الولادة منذ الولادة الكفيف ينقسم إلى قسمين في التكنولوجيا حلو كفيف ما يبي يستخدم التكنولوجيا أو ما يبي يواكب التكنولوجيا فتلاقي دائما على الأمور التقليدية اللي هي لغة إبرايل يستخدم الكتب اللي هي الورقية صحيح ما يستخدم الأمور التكنولوجية وفي قسم لا يحاول أن يواكب التطور القسم الثاني هذي كان في البداية أصلا لم يعتمد وايد على الإبرايل كان صوتي في الأساس يعني معتمد على النواطق وعلى الشرايط الكست مثلا في السماع وبعدين تطور إلى أمور صوتية أخرى حلو طبعا التكنولوجيا فادت الكفيف سواء في التعليم سواء في حياته اليومية سواء في عمله في حياته اليومية أنت تعرف التكنولوجيا موجودة مثل العصى مثل الحين هاي الساعة اليديدة هذي هي عبارة أصلا عن سوارة سنسر فيها ممكن أن يستكشف الحواجز جدامك باهتزازات معينة يعرف من خلال هالكفيف شنو في حاجز جداما ولا لا وبالتالي تساعد العصى على التحرك يعني مثلا أنا الحين عصى جدامي بانك ساعة ما أحب أو ما أقدر أقدم هوايد خاصة إذا البيئة حواليني مثلا أخواتنا نسوان وكذا في أو فيها استحامي يصير خلينا نقول حرج على الكفيف صحيح لما يكون فيه اهتزاز خلاص يتوقف الكفيف يحاول يستكشف بالعصى شنو اللي جداما على أساس أنه يتجاوز مبتاز هاي الأسوارة المفيدة مع العصى عندنا أيضا الجوال هو ناطق صحيح خلينا بس نسمع السريع أحين مثلا هاي أبليكيشن فون ميسجز يوتيوب كذا يتكلم لك باللي موجود في الشاشة أنا حين بتقولي حسين أنت يا أخي شلون بتكتب بالتاتش سكرين يمكن ما بتعرف أماكن الحروف بالعكس احنا عندنا طريقة طريقتنا الأساسية في الكتابة تكون باللمستين يعني مثلا أنا بحط إيدي على أو صبعي على مثلا حرف معين أول مرة بينطق ثاني مرة بيكتب يعني أضغط ضغطتين فبيكتب هاي طريقة الكتاب عندنا وفي طريقة أسهل أني أوصل الجوال بكيبورد بلوتوث مثل هاي أو أصغر نزين فيه على حسب حجوم تقدر تكتب من خلالها بشكل سريع في الجوال طبعا الكمبيوتر نفس الطريقة نزين احنا عندنا بعد جدامنا شيء ثاني مسجل لو تعرف الكفيف التقليدي يستخدم لي الكاسد لكن الكفيف التكنولوجي اليديد يستخدم شيء اسمه فيكتور ريدر أو أجهزة مشابهة الأجهزة هذه فيها تسجيل بالملفات الـ MP3 تسجيل تحط ملفات وورد تقراها ممكن تستخدم الويكيبيديا عن طريقها أمور كثيرة من خلال المتحز فيه تقدم ساعدنا التكنولوجيا على أن نعيش حياة بشكل أفضل صراحة منتاز طيب احنا الحين بعد نشوف فيه اجتهدات كثيرة حتى على مستوى التطبيقات نحسين يعني نشوف الآن تطبيقات إذا سمعت عن تطبيق مصرون أنه يحاول أنه يخلي المطاعم تنزل المينيو وأنه أنت من خلال التطبيق ككفيف تقدر تسمع المينيو بالكامل أو ممكن أنت تتعرف عليه الآن لأي حد وصلت التكنولوجيا لمساعدة المكفوف بالشكل الصحيح أكرر أقول أن حياة الكفيف بدون تكنولوجيا ما يقدر يعيش في هالعصر اللي إحنا الحين فيه لأن لو أنا اعتمت على الأمور القديمة ما رح أقدر أوصل لمراحل تعليمية عالية ولا رح أقدر أقرأ بشكل أفضل يعني من ناحية التعليمية ومن ناحية الحياتية أو العملية خلينا نقول في شغلنا إحنا مثلا حين أنا الشغل الأساسي في وزارة العدل الخبير القانوني ما شاء الله أبي أكتب مثلا أو أبي أقرأ أوراق أنا إذا ما عرف حق التكنولوجيا ما عرف حق الكمبيوتر ما رح ما رح يتحول لي الأوراق إلى برايل يعني صعب تحويل أنا أقول أكون صريح معك هو الابرايل موجود طابعة الابرايل موجودة لكن لما أنت تقول حق دائرة حكومية أو تقول حق كل الدوائر الحكومية وافره بالابرايل أنت يعني ما دري يعني أنك تصعب عليهم ويتصعب يعني عدد المكفوفين كم واحد قاعد يشتغل في الدوارة الحكومية وكم دائرة حكومية لازم توفر الطابعة الابرايل وخاصة لو عرفنا أن طابعة الابرايل الـ 40 ألف ووراقها ما دري كم ويعني فأمور كثيرة لما أنا يكون عندي حلول تكنولوجية يديدة تكون أقل تكلفة على الدولة وعلى الكفيف نفسه فبيعيش بالناطق بعيش ب خلينا نقول بدل ما أنا أشتري مثل ما قلت لك هالكيبورد البلوتوث هاي بلوتوث كيبورد عادي يعني أنت وآنا نقدر نستخدمه لكن لو أنا هاي الحين مثلا خلني إذا بتسمح لي خلني أقول لك مثلا سعر حوالي 200-300 صحي لو أنا بأشتري كيبورد برايل في نفس المستوى بلاقي بـ 2000-3000 فيعني أنا قللت أكلفة ولقيت حل تكنولوجيا يديد أنا أحفظها زرة الكيبورد وأكتب عليها ليش أنا أوفر حق نفسي التكنولوجيا التقليدية اللي كانت موجودة واللي صعب توفرها الحين طيب السؤال يعني يرجع المسئلة التطوير في عالم التكنولوجيا على المكفوف نفسه أين هو وين يبي يوصل والتكنولوجيا توفر للخدمات اللي هو يبيها صحيح صحيح الكفيف موجودة أي جهاز بتلاقي شيء في الإعدادات اسمه إمكانية الوصول إمكانية الوصول من وين ما أخوذها من حق الوصول الشامل اللي في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة صحيح الوصول الشامل أو إمكانية الوصول بتحصلها في كل جهاز بتحصلها تهتم في ذوي الإعاقة سواء الصم سواء المكفوفين سواء حتى اللي ما عندهم بعد شرع اللي ما يكون عندها يد أو رجل فيقدر يستخدم التكنولوجيا بطريقة يعني تفيدة أو بطريقة أو هو اللي يقدر يستفيد منها بوامر صوتية مثلا أو بحركات معينة اللي هي استخدام مثلا الموبايل باليد الوحدة وإلى آخره يعني من تكنولوجيا بتكون موجودة في إعدادات إمكانية الوصول طيب في نهاية لقائنا نصيحة منك لكل شخص يمارس التكنولوجيا نصيحة حاول أنك تتعلم في التكنولوجيا أكثر لأن مثل ما هو بيئة مفيدة هو بيئة خطرة إذا أنت ما عرفت لها لأن يعني صاير الهجوم الهكرز والفيروسات صاير عنيف هالأيام فأنصح حتى المكفوفين أن ينتبهون من البرامج من التطبيقات أن يأخذون دورات خلينا نقول دورات عامة في السيكوريتي على أساس أن يكون عندهم في هالأمور يأتيك العافية ما قصرت يا حسين شكرا لك إذن التكنولوجيا تقدم الخدمات إذا أنت ما طورت من نفسك وما بحثت ما وجدت الحلول مش لازم تكون عندك إعاقة ذهنية أو بصرية أو جسدية أو أي إن كانت الإعاقة وممكن تكون إنسان سليم ولكن عدم متابعتك لهذه التطورات ولهذه التكنولوجيا بتلاقي نفسك معاقف يوم من الأيام يعطيكم العافية تمنى أنكم استمتعتوا نروح فاصلة كثيرة هياكم الله بعد هذا الفاصل أنشأت هياة تنظيم الاتصالات تطبيق أرسل للهواتف المحمولة لتمكين وتوعية المستهلكين بكافة حقوقهم في قطاع الاتصالات في قطر لماذا صارت هذه الخطوة؟ لأن مثل ما تعرفون نحن عندنا مشغلين اثنين للاتصالات أريدو وفودافون وكثير مننا يوقع على الطلب الخاص بالاشتراك أو بالسيم كارد اللي أنت استخدمه أو الرقم الجديد بدون ما أنت ما تطلع شنه اللي لك وشنه اللي عليك خلال الاستخدام وكثير مننا يعاني بعض الأحيان من أن الفاتورة يجي زيادة أو أن يكون مسافر يكون مشغل الجواز ومشغل مثلا باقة قطرنا أو أي باقة دولية وبعد يجي لفواتير فهني هيئة الاتصالات فكرت أن هي تسوي تطبيق هذا التطبيق يساعدك أن أنت تعرف شلون الدنيا ماشية معاك وشلون أنت ممكن تقدم شكوى لقدر الله في حالة أن أنت حسيت أن في مشكلة فعلية عندك طبعا قبل ما نتعرف أكثر على التطبيق لازم أنت تدخل رقم بطاقتك ورقم الشارع وبياناتك على أساس أن أنت تدخل بياناتك الصحيحة عشان توصلك المعلومة الصحيحة عساس يحدد الوكيشن مالك ويعطيك البيانات اللي أنت محتاجها مش بيانات ممكن تكون بيانات لشخص آخر الموضوع والأحلى في هذا الموضوع أن ويد حطين نظام السيكيريتي على هذا التطبير يعني كل مرة أنت بتدخل بيعطيك الناتفكيشن أنت دخلت كل مرة بتحاول غير باسورد بيعطيك رمز للتفعيل لهذا الباسورد فشيء مميز يشكرون عليه حيئة الاتصالات نزيل طيب طبعا مثل ما تشوفون دليل مستحلك حالة الشبكة عن أرسل أرسل هذه كلمة عامة فأنت ممكن لما تدخل وتحاول تنزل هذا التطبيق يطلع لك تطبيقات كثيرة بنفس اسم أرسل فأنت تركز أن هذا التطبيق بهذا الشعار أنه يكون تابع لهيئة تنظيم الاتصالات ماشي بعدين الإشعارات والأسئلة الشائعة وعندك الشكاوة طيب دليل المستحلك هنا يبين لك خطوات طبعا إذا تبي قنوات الاتصال كيفية ممكن التواصل مع الهيئة إشلون أنتو ممكن تتواصل لتقديم شكوى هذا يعني لو تلاحظ هنا شكوى خاصة بأريده وتحت شكوى خاصة بفودافون أنزين عملية الشكاوة الخطوة الأولى قم بتقديم شكوتك لدى مقدم الخدمة تحدد البيانات اللي أنت تبيها وماشاء الله عليهم حطي لي خطوات مهمة جدا على اساس أن أنت تعرف شلون بتقديم الشكوى شكثر الوقت اللي يأخذها لتقديم هذه الشكوى بعدين التواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات بعدين ستقوم الهيئة هذا دليل المستهلك إذا قنوات الاتصال أو تقديم الشكوى طيب حالة الشبكة شنو يعني حالة الشبكة يعني أنت الآن في الموقع اللي أنت موجود فيه يعطيك شنو حالة الشبكة من المزود يعني مثلا أنا بقول المزود أريده لم يتم الإبلاغ على المشاكل في التخطية في المنطقة اللي أنا موجود فيها فأنت تقدر من هنا أتعرف أن والله أنا المنطقة اللي فيها فيها شكاوى ولا لا إذا هذه المنطقة ما فيها شكاوى طيب ما عندك مشكلة وإذا فيها شكاوى تقدر بعد تنزل تحت ويكتب لك نوع الشكوى أو نوع المشكلة وكم عدد المشاكل اللي موجودة فيها فهذا جميل أن أنت ما تضغط على نفسك ولا تضغط على الجهة المزودة لك بهذه الخدمات وتبدأ تتساءل ويصير بلبلة وللأسف في البعض يكون عنده قناعات إنهو فاهم فيعطيك معلومة هي مش صحيحة فهني خلاص أنت تنهي هذه القصة بأن أنت تدخل تشوف حالة الشبكة في المنطقة اللي أنت موجود فيها وإذا فيها مشكلة شنه نوع المشكلة وكم عدد الشكاوى بناء عليها بتعرف المشكلة عندك أنت بس ولا عند الكل عن أرسل طبعا هنا يعطيك شنه خدمة أرسل الخدمات اللي قدمها الشكاوى القضايا الأشياء المتعلقة بهاية تنظيم الاتصالات بعدين عندك الإشعارات شلون تجيك أنت الإشعارات بشكل يومي أو حتى مع دخولك البرنامج عندك الأسئلة الشائعة اللي هي هل يمكنني تقديم شكوى لدى هيئة تنظيم الاتصالات ماذا أحتاج عن تقديم شكوى لدى هيئة يعني الأشياء اللي فعلا قاعدة تتكرر بشكل يومي هو يضيف لك إياها هني على أساس تكون سهل عندك إذا أنت تبي المشكلة أو عندك نفس السؤال بس تضغط على السؤال وتشوف شنه الإجابات اللي ممكن موجودة اقتراح طريقة عمل ممكنة لحل الشكاوى وغيرها من الأشياء طيب الشكاوى نفسها أنت عندك كذا نوع من الشكاوى مثل تغطية الشبكة مشاكل فصل الخدمة الدفع الآجل وكثير من الأشياء طيب هذا بس على الهواتف أنك قاله لا بعد عطاك على الخط الثابت وقال لك كل الخدمات خدمة الإنترنت الهادف الأرضي وخدمة التلفاز البعض يكون عنده ريدو تيفي مشترك في بينسبورت مشترك في بقات ثانية وعنده مشاكل في هذه البقات شلون هو يقدر يقدم على هذه البقات صراحة يعطيهم العافية ما قصرتو وصلنا معاكم لفقرة المنتج جديد السؤال اللي يطرح نفسها للحين في حد يستخدم أوزمو وليش أوزمو قاعد تطور من نفسها يعني احنا وصلنا أوزمو مبايل 3 انتم متخيلين وأصبح الحجم أصغر أصبحت تثبت الصور بشكل أكثر أصبحت أن هي تاخد صور تلقائية تتحكم بالإيماءات تتحكم بالسرعة النمط الرياضي أشياء كثيرة خلونا نفتح ونشوف الآن ما شاء الله الكل أصبح يفكر أنه مشلون يبدع في الفيديو اللي بي نزله على حساباته ما يبي نزل أي صورة يمكن تكلمنا في الحلقات السابقة أن يا جماعة ترى إحنا صرنا ما نزل صور كثيرة أصبح الموضوع لا أنا أحاول على قد ما أقدر أن أنا أنزل ستوري وأنزل صور الأشياء اللي يعني أنا مصورها صور من الآخر على قولتهم ومثل ما قلت لكم أنا أحب أكتشفوا إياكم البوكسات على أساس نتعرف هاي جديدة صراحة من طريقة البوكس أول شي المانويل الخاص بالأوزمو وبعدين في الجنبين خلنا نشوف شن هو حاطين لنا نحني طاح مننا يلا طيب طبعا هذا هذا مهم جدا يا جماعة ترى كثير مننا ما يستخدمه ولكن تخيل أنت وانت قاعد تصور تطيح من يدك بس لو أنت مركبها في الأوزمو مستحيل تطيح فيعني هذا مهم جدا ولا حد يستهين به خاصة في اللي قاعدين يصورون ولي ضيعوا كاميراتهم والأوزمو في البحر هذا بتحميك نزيل وعندكم طبعا هاي إجراب خاص بالأوزمو خلنا نشوف المكان الثاني شنو فيه يا سلام ستاند ثبت وصور ومرك طيب بعد في شي اي والله في ما شاء الله البوكس صغير ولكن موزعينه بطريقة مميزة جدا الشاحن USB تمام تمام خلنا نروح للمنتج الأساسي والله يبارك إن شاء الله اللي بيفوس فيها ممتاز خلنا نوسع بس شوي أساس أن تشوفون كل شي معنا حلو هاذا طبعا الشنطة الشنطة صراحة أنيقة عشان تحافظ على الأوزمو هاذي الأوزمو من داخل يا سلام على حين أنا ما شغلتها طبعا لما تشتغل تبدأ تجرب وتعطينا مالها طبعا نحن هي قاعدة تحاول تسوي loading هنا طبعا عشان التصوير تكون أسهلك القبضة أنا حسيتها شوي كبيرة بس يمكن في ناس ترتاح معاها لو تلاحظون في الحركة على أساس أن هي تكون سريعة معاك وطبعا على حسب حجم التليفون وينصح دايما أن إذا في عندك تليفون بتركب على الأوزمو لا تخلي تليفونك العادي لأن أغلب الرابع عندنا يا إما عنده ماكس برو يا إما عنده هواوي كبير حجم لا خذلك تليفون صغير عشان يكون التصوير والحركة فيه أسهل وما يكون الأوزمو ثقيلة على يدك طبعا شركة أوزمو يعطيهم العافية أو دي جي آي قاعدين يطورون من نفسهم بشكل ممتاز وقاعدين يقدمون لنا كل شيء جديد في عالم الأوزمو وإن شاء الله تكون عندكم تجربة مميزة لو تلاحظون هنا الـ USB على أساس إذا أنت بتنزل الصور هنا الشاحن خلونا نطفيها ونقول الله يبارك إن شاء الله للي بيفوز بهذه الأوزمو طبعا عشان تفوز بهذه الأوزمو لازم تجاوب على سؤال الحلقة السؤال هو ما هي الوضعيات المبتكرة للتصوير في أوزمو موبايل 3 وهي ذكرناها في بداية الحلقة وتقدر تدخل على موقع أوزمو وتشوف شنه الوضعيات طبعا شاركونا إجاباتكم عبر إيميل البرنامج techshow at ryan.tv وفي الحلقة الماضية إحنا طرحنا لكم سؤال عن المنتج اللي استعرضنا لكم وهو سماعة أبل Airpods Pro قلنا كم عدد السماعات اللاسلكية التي أصدرتها أبل كم عدد السماعات اللاسلكية التي أصدرتها أبل وكان الإجابة ثلاث إصدارات خلونا نشوف مين اللي فاز هذا الأسبوع ألف 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 مبروك عبدالعزيز عبدالله المريسي رحب بتواصلكم واختراحاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطبعا مشاركتكم معنا هي اللي تساعدنا أن إحنا نقدم كل شيء جديد في هذا البرنامج تمنى لكم التوفيق تمنى لكم أن أنتم استمتعتوا معنا على أن نلتقي معكم في حلقات قادمة من عالم التكنولوجيا تقبلوا منا أجمل التحاية في أمان الله اشتركوا في القناة